اهلا يا اصدقاء انا اسمي بيري وزي ما انتم شايفين كده انا نحلة ونحن نشيطة جدا كمان انا فرحان جدا لان النهاردة يوم تخرجي من الجامعة استنوا بقى اشوف انا هلبس ايه يا ربي حيلة كل يوم خلاص انا هلبس الاصفر ده نزلت سلمت على بابا واماما اللي اكدوا لي ان هما هيجوا النهاردة حفلة التخرج بتاعي خدت العربية وبعدها طلقت على صديقي ادم انتم مش متخيلين احنا تقيمنا قد ايه لحد التخرج تخيلوا فضلنا 3 ايام كاملين في التعليم الاساسي وتلاتة زيهم في السنوي وكمان تلاتة في الجامعة خلاص بقى احنا جبنا اخذنا هو العمر فيه كام تلات ايام المهم بينا نشوف حفلة التخرج واللي بصراحة كانت جميلة جدا مدير الجامعة باركننا على التخرج وكمان عينونا في الشغل الجديد بتاعنا ادم صاحبي العبيد كان مفكر ان هما هشغلونا النهاردة لا بس انا فهمته انه طبعا النهاردة هيوررنا الشغل بس انما بكرة باذن اللي بقى هنشتغل انا مش فهم ايه الصار بعضي في الجولة المشرفة بتاعتنا بتنصحنا ان احنا نركز واحدة بنختار لان الوظيفة اللي احنا هنختارها هنفضل شغالين فيها طول حياتنا ده اللي هو ازاي يعني المشكلة بقى ان ادم كان فرحان بكده لو ايه كمان بتقولنا ان مفيش ولا يوم اجازة طول العمر وليت اصحابي كلهم بيضحكوا برضو انا محاط بشلة متخلفة عارف قلت الادم يا عم ازاي هنبقى في نفس المكان طول عمرنا لقيته بيقول لي احسن عشان مش كل شوية نختار حاجة وان كده كويس لينا بعد كده شفت مشهد مذهل وهو كان دخول فرقة جمع اللقاح المدهشة بصراحة كان شكلهم حلوة قوي لا وكمان كانوا بيشوف العالم برا الخلية وبيتفرجوا على الدنيا المهم كان فيه بنتين حلوين كده واقفين اخدت الوقت قادمه وقلنا ما نروح نرسم عليهم شوية فضلت اقول لهم انا قوي شجاع وبتاع وقال ايه بحرب ديبا بقى وانا اصلا مولود من بتاع عشر ايام المشكلة بقى ان فيه نحلة من فرقة الجامع اسمعني وانا بشتغلهم وقالولي طيب قدام انتو شجع كده تعال معنا بكرة هنروح حقل عباد الشامس هو ايه التدبيسة دي بقى لو انسيت اقولكو صحيح ان ده بيقول ان الحقل ده على بعد عشرة كيلو ويا سوادك يا ارمى بيعرفني ان تجمع بكرة عند البوابة الساعة تسعة وانا بكل شجاع زي العبيد قلت له خلاص هكون هناك تمانية ونوص رجعت للبيت بعد ما لبست مشوار الجامع ده بابا بيتكلم معايا هو او ماما وكانوا عايزين ان انا افضل موجود كده طول حياتي بقلب عسل زي ابوية انا طبعا كنت رفض الفكرة دي تماما تاني يوم رحت انا وادم من مصنع بتاع العسل علشان نختار الوظيفة بتاعتنا بصراحة ما قدرتش ان انا اعمل زيهم واختار وظيفة رودينية افضل شغالها طول حياتي قررت ان انا لازم اتشجع واروح مع فرق الجامع العسل واخرج بره بقى واشوف الدنيا رحت للفرق اللي كانوا بيجهزوا علشان يخرجوا اتوسطوا لي عند القائد بتاعهم علشان يقدوني معاهم القائد نبهنا اننا ما نتكلمش مع اي بشري مهما كانت الظروف جهزنا نفسنا وفعلا خرجنا بره الخلية لأول مرة في حياتي المكان كان شكله جميل جدا وانا بصراحة ما كنتش مصدق نفسي شكل السماء والشمس والظهور كان منظر مدهش عادت اتفرج على الفرقة وهم بياخدوا الراحيك من الازهار وبعد ما خلصنا مهمتنا ودلوقتي كنا في طريقنا للرجوع الفرقة شافت ظهور غريبة كبيرة على الارض وقررنا ان احنا انزل نشوفها بس بتطلع ان هي كرة تنس وواحد مننا بيلزق فيها ولسه كان عايز ينبهنا بس طبعا كنت انا بزكائي دخلت في كرة منهم بدماغي ولزقتي فيها وهنا اقدر اقول لكم ان هي بدأت حكايتي مع البشر البيت تخلت الكرة اللي انا نزق فيها وهاتك تنطيل بعدها قامت ظرفاني واحدة وياريتها جابت نقطة في اللعب ده جابت لنا النقطة لما الكرة خرجت منها بره في الشارع وسط العربيات المهم يا سيدي قعدت خبط شوية في العربيات وطرت جوه محرك فضلت الدنيا تشلني وتحطني جوه لحد ما دخلت من فتح التكييف جوه العربية الولاي اول ما شفيتني ام اترقع بالصوت قلت شافت حمد الوزير وتتا يا كمان دي طلعت بيرسول وهاتك يا راش طيب يا سيدي انت ماشي اصلا بيرسول ليه بس الحمد لله خرجت منها على خير بس قال لي البخت بقى الدنيا مضطرت جامد ومكنتش عارف ان انا روح تاني وبس لقيت مكان حلو هو هدخل استريح فيه شوية قال له مين دول يا سوادياني الواحد مش عارف يرتاح خلص النهار ده انا عارف جيت اكمل طريق تاني لقيتني مش عارف اخرج هو ايه البتاع الشفاف ده اللي كل ما حاول اخرج ان هو يمنعني بس مش مهم الشمس هناك اهي اطير لحد هناك وكده اكيد هكون خرجت برا هي شمس صغيرة شوية بس اتمشي يعني بس ما طلقتش الشمس ولساعتني جامد ووقعت في طبق الاكل الوضع الطويل اللي اختل ده كان عايز ان هو يفعصني بس الله يسترها فينسا ديان جات وانقذتني وحطت علي كباية فاضلت تزعق الوادي ان هو كان عايز يقتلني احسن احسن اخدتلي وفتحتني الشباك وخرجتني برا فاضلت واقف مستني علشان المطر يقف علشان اعرف اروح للخلية الناس اللي كانوا عند فينسا بعد فترة مشي وبقت هي لوحدها قررت ان انا ادخل اشكرها على الوجب اللي هي عملته معايا دخلت وفعلا بدأت اتكلم معاها بس طبعا هي تخضت جدا وفتكرت انها بتحلم فهمتها ان انا كنحر يعني بنتكلم عادي بس احنا ما فيماين نتكلم مع البشر بس انت عشان انقذت حياتي انا قلت لازم ان انا اشكرها الصراحة طلقت بيت جدع اعملت لنا خربشين شاي وفضلنا اندردش سوا عرفتها على مشكلتي في حوار الشغل بتاع الخلية ده وكمان عرفت منها ان هي عندها محل بيع زهور خدتلي حتتين كيكا من بتوعها علشان طعمه كان جميل الصراحة ورجعت تاني عن الخلية حكيت اللي ودق ادم على اللي حصل لي برا وعلى فنسا وعلى كل اللي انا شوفته واول ما دوقت الكيكا كان قاعد بياتنطط من حلوتها المهم انا افضت للشغل والدنيا كلها وروحت على فنسا المحل بتاعها لقيت اعلان هناك عن مسابقة زهور وفنسا بتقول لي ان المسابقة دي الجيرة جدا لا اي حد بيهتم بالزهور وبيحبها خدنا بعض وطلقنا نعمل شوبنج وهناك بقى كانت المفاجأة لقيت اللورفف بتاعة البشر مليئة بعسل النحل بتاعنا وفي نسا بتقول ان البشر بيأكلوا العسل بتاعنا دون عادي كده ودي بصراحة كانت صدمة بالنسبالي وكنت لازم اعرف مصدر العسل ده منين استخبت وعرفت اوصل للعمال بتاع السوبر ماركت وهما كانوا بيطلقوا العلب بتاعة العسل وعرفت ان هما بيجيبوا العسل ده من المزرعة اللي جاي منها العربية الكبيرة دي طرت بسرعة العربية وروحت معها على المزرعة وروحت على هناك لقيت الناس اللي ما يعرفوش ربنا دون بيدواخ اخواتي النحل بالدخان علشان يعرفوا ان هما يسرقوا العسل منهم برحيته ولقيت ان هما بيعملوا كده في مئات من الخلايا بتاعة النحل عندهم بسرعة طلعت الكاميرا بتاعتي وصورت كل اللي بيحصل ده ما كدبتش خبر وطلعت على اهلي وعرفتهم كل اللي بيحصل وان احنا بنفضل نشتغل طول حياتنا علشان البشر يعملوا تعبنا بعد كده سندوت شط بالقشط كبرت الموضوع جامد بقى ورفعت قضية على البشر لانهم بيستخدموا العسل بتاعنا من غير اي حق الموضوع صمع جدا وبقت قضية رأي عام في كل مكان فينسة اللي برت لها ما سبتنيش احارب لوحدي وفضلت واقفة جامبي لحد ما جيه يوم المحاكمة والبشر كانوا جايبين لي محامي عقر قاعد يقول لنا احنا بنتخانم مع العسل دلوقتي على النحل بكرا نتخانم مع دودة القز على قماش البنطلون ونمشي سلبوتة على مؤاغذة بس الاستيس حسن سبنخ المحامي العقر اللي انا كنت جايبه قام وابدع في المحكمة قال كلام كبير الصراحة انا مش فاكر منه اي حاجة بس كان مؤسر يعني فضل يستجوب اصحاب المناحي اللي حد ما واحد اتعصب وكان عايز ان هو يفعصه ساعتها بقى الناس كلها كانت متعطفة مع قضيتنا بعدها كنت قاعد مع البيت فينسة كانت قاعدة حلوة كده لحد من الواد الرخم ده دخل علينا تاني ما اسكدتش طبعا واقعدت ابلس فيه ما الواد غطت الصراحة دخلت بعدها الحمام ولقيت الواد دخل علي وعينه مليانة شار فضل يجري وراي وكان هيموت ويفعصني الحيوان لحد ما في الاخر بنسة دخلت وانقذتني تاني يوم في المحكمة المرة دي محامي البشر هو اللي استفزنا لحد من الواد ادم ما استحملش خالص بقى وقام ارس ولا مؤاخذة في رجله واللي بعدها عمل نفسه تعبان ولا اكنه خطل بس ادم هو اللي تعب فيها واحنا نقلنا المستشفى وكمان علقنا له محلي العسل بس كان مندهق علشان فيه اتنين بيشربه السجاير والدخان كان مدايقه وهنا بقى جات لي فكرة وفعلا على طول ننفذتها المحامي بتاع البشر واللي كان جاي وعمل نفسه تعبان من الارصة لسه شاف معنا المدخانة اللي بيستخدمها البشر علينا اخدها وقالينا هي دي بقى اللي اندهقه وضغط عليها ورشع النحل دخان طبعا النحل كله تعب من الدخان والصحافة بقى صورت كل اللي بيحصل ده وبسبب كده بقى كسبنا القضية والمناحل كلها تقفلت وحرار النحل اللي فيها اتلم العسل من السوق وبقت جريمة على البشر ان هما يستخدموا العسل بتاعنا رجعوا لنا كل كميات العسل واللي كانت كبيرة جدا اضطرنا ساعتها طبعا ان احنا نوقف شغل في الخلية والاول مرة من ملايين السنين النحل يبقى ما عندوش شغلة يعملها وبسبب ان التركيح وقف الظهور كلها دي بلت حتى فنسا قفلت محل الظهور بتاعها انا مكنتش اعرف ان النحل مهم كده علشان التوازن البيئي فنسا راحت مسبة الظهور اللي قدموا معادها علشان يلحوق اي ظهور قبل ما تتبل كلها ساعتها بتجيلي فكرة وبتفي انا وفنسا ان انا نجيب ظهور من المسابقة دي والنحل يرجع يلقح تاني علشان ننقذ الظهور بتاعت المدينة اللي دي بلت فعلا اعرفنا ان انا نجيب عربية مليانة ظهور ورجعنا بالطيارة بس الكابتن بيقول اننا هنتأخر ساعتين علشان اتجابه بحش وبسبب كده الظهور كانت ممكن تموت لانها من غير مية ومقطوعة بدخل علشان اتكلم مع الكابتن وفهمه ايه المشكلة بيتخض مني وبيحاول يضربني بالبتاع دي فوتت وجد في المساعد بتاعه اللي وقع على ازرار طرع بتاعت الانقاذ اللي خبطت في الكابتن ودلوقت ما شاء الله الطيارة ماشية من غير طيار نادت في نسا علشان تشوف حل في المشكلة اللي احنا فيها دي بيتكلم برج المراقبة علشان يساعدوها والموضوع بيتعرف وبيكون عن الاخبار الناحنا بيعرف ان انا جاي بازهار علشان ننقذ الموقف اللي انا كنت السبب فيه بتيجي ساعتها فرق الناحنا كلها وبتساعدنا في ان انا ننزل بالطيارة بسلام بيدوني بدلا بتوع فرق جامعة الرحيق ونزلنا نلقح كل الظهور والرجع اتفاة تحتاني ودينا البشر اذن ان هما يستخدموا العسل بتاعنا ورجع التوازن تاني للطبيعة وذلوقتي انا بقيت ممثل لكل الحيوانات اللي مش عارفين انه هما ياخدوا حقوقهم واخيرا لقيت الحاجة اللي انا بحبها شكرا ليكم كم وصلت انهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يزهرلك الفيديوهات بتاعتنا اول باول